بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير نبدأ معكم اليوم اللقاء الثامن والأخير من اللقاءات تصميم منطق الحاسوب بعنوان المنطق التتابعي وتطبيقاته وسنناقش أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء المفاهيم التالية أولاً مقدم على المنطق التتابعي ثانياً مسجلات الإزاحة عزيز المشاهد نقسم الدوار المنطقية إلى قسمين دوار توافقية ودوار تتابعية الدوار التوافقية وهي التي تعتمد قيم مخرجاتها على قيم مداخلها الموجودة عليها في لحظة زمنية معينة أما الدوار التتابعية فهي الدوار التي لا تعتمد قيم مخارجها على مداخلها فقط وإنما أيضاً على الحالة الحالية لهذه الدائرة أي على قيم المخارج السابقة بمعنى أن لها ذاكرة تخزن فيها القيم السابقة ونستطيع عزيز المشاهدين هنا أن نقول أن الدوار التتابعية هي عبارة عن دوار توافقية زاء الذاكرة والدوار التتابعية يكون الزمن له دور مهم بسبب وجود قيم سابقة وقيم حالية الدوار التتابعية عزيز المشاهدين تنقسم إلى قسمين أولاً متزامنة يوجد فيها إشارة التزامن كلوك أما ثانياً غير متزامنة تشبه الدوار التوافقية مع التغذية راجعة عزيز المشاهد العناصر التي ننظر إليها في الدوار التتابعية هي أولاً المخطط الصندوقي، ثانياً مبدأ العمل أو الوظيفة، ثالثاً جدول الخصائص، رابعاً تشكيل معادلات الحالة التالية، خامساً تبسيط المعادلات، سادساً تصميم الدوار، سابعاً المخطط الزمني، وأخيراً ثامناً جدول التهيج يطلق عزيز المشاهد على عنصر الذاكرة الرئيس المستخدم في الدوار التتابعية المتزامنة بالنطاط فليب بفلوبس وهو الدائرة إلكترونية لها الكدرة على تخزين وحدة ثنائية واحدة صفر أو واحد تحتفظ بهذه الوحدة الثنائية التي تمثل حالة الدائرة الراهنة لأن يتم تغيير القيم على مداخلها بطريقة تؤدي إلى انتقال هذه الدائرة إلى حالة جديدة يوجد عزيز المشاهد لجميع النطاطات مخرجان يمثل إحدهما قيمة النطاط الراهنة ويرمز له بالرامز كيو بينما يمثل المخرج الثاني متممة النطاط الراهنة ويرمز له بالرامز كيو برايم أما عزيز المشاهد عدد المداخل فيختلف من نطاط لآخر حسب الوظيفة التي يؤديها تنتقل النطاطات المتزامنة من حالة إلى أخرى عن طريق ساعة توقيت تقوم بتوليد سلسلة من النبضات منتظمة الطور ومن أهم الدوائر المنطقية التتابعية المسجلات ريجسترز نظراً لاستخدامها بشكل كبير في كافة الأنظمة الرقمية وخاصة الحاسوب المسجل عزيز المشاهد هو عبارة عن موقع التخزيني له القدرة على تخزين معلومة مكونة من عدة خانات والشكل المجاور يمثل المخطط المنطقي لمسجل مكون من أربع خانات أربع بيت ريجستر العمليات التي يمكن إجراؤها على المسجلات هي أولاً الكتابة أي تخزين معلومة بالمسجل ثانياً القراءة أي استرجاع معلومة مخزنة في المسجل ثالثاً نقل البيانات ما بين المسجلات عزيز المشاهد كيف يتم بناء المسجلات يتم بناء المسجلات باستخدام فلب فلب أو النطاطات ونحتاج عدد من النطاطات بعدد الخانات الثنائية بيتس المطلوب تخزينها فمثلاً مبدأ عمل النطاط دي يكمن في أن القيمة الموجودة على المدخل تنتقل إلى المخرج النطاط بعد ظهور نبض الساعة بغد النظر عن الحالة الراهنة يحتوي المسجل عزيز المشاهد بالإضافة للنطاطات على بوابات منطقية تؤثر في انتقال النطاطات من حالة إلى أخرى تحمل النطاطات المعلومات الثنائية وتتحكم البوابات في زمن وكيفية نقل المعلومات جديدة إلى المسجل فالشكل المجاور مكون من أربع النطاطات من نوع دي ومدخل مشترك لنبض الساعة وتعمل نبض الساعة عندما تكون في مستواها العالي على تمكين النطاطات من تمرير المعلومات المتاحة في مداخلها من I1 ل I4 إلى المسجل الذي طوله أربع وحدات ثنائية ويمكن الحصول على المعلومات المخزنة بواسطة مخارجها الأربعة من A1 ل A4 عديد المشاهد أما مسجلات الإزاحة فهي عبارة عن أحد أنواع المسجلات حيث يستطيع مسجل الإزاحة أما الإزاحة للبيانات الموجودة بداخله بمقدار خانة واحدة وأكثر يميناً أو يساراً وهناك عدة أنواع من الإزاحة النوع الأول إزاحة لليمين Shift Right هنا تتم إزاحة بمقدار خانة واحدة إلى اليمين حيث تفقد الخانة الدنيا البي زيرو وتحل الخانة بي وان وتحل الخانة بي تو محل الخانة بي وان وتحل الخانة بي ثري محل الخانة بي تو ويتم إدخال بت من الخارج إلى الخانة العليا ليحل محل الخانة بي ثري أما عزيز المشاهد النوع الثاني فهو الإزاحة الدورانية لليمين Rotate Right هنا تتم الإزاحة بمقدار خانة واحدة إلى اليمين ولكن لا يحدث أي فقدان أو إدخال من الخارج حيث أن الخانة الدنيا بي زيرو تحل محل الخانة العليا بي ثري وبالنسبة للنوع الثالث الإزاحة الدورانية لليسار Rotate Left تتم الإزاحة بمقدار خانة واحدة لليسار بدون أي فقدان أو إدخال من الخارج حيث أن الخانة العليا بي ثري تحل محل الخانة الدنيا بي زيرو وتصنف عزيز المشاهد المسجلات حسب طرق دخول وخروج البيانات إلى الأنواع الأربعة التالية مسجلات دخول تسلسلي خروج تسلسلي مسجلات دخول تسلسلي خروج توازي مسجلات دخول توازي خروج تسلسلي وأخيرا مسجلات دخول توازي خروج توازي وبهذا نكون قد قدمنا لك عزيز المشاهد مقدم عن المنطق التتابعي والمسجلات إلى هنا عزيز المشاهدين نكون قد أنهينا الحلقة الأخيرة من مجموعة حلقات تصميم منطق الحاسوب فهلاللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته